نبدأ مع البحث الأول وهو البعد الإنساني في فقه الإمام الباقر عليه السلام توريث أطفال الذم نموذجا وسماحة الشيخ خالد جبار غفوري فليتفضل مشكورا سماحة الشيخ هو متحصل على الدكتوران في الفقه والمعارف الإسلامية التخصص الفقه والأصول من جامعة المصطفى العالمية وهو أيضا له الكثير من الأنشطة العلمية والأبحاث المنشورة وسيرته غنية وحافلة لا يسعنا في هذا المقام أن نسردها كلها فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين في البدء أحب أن أذكر بعض المميزات لهذا البحث الموسوم بالبعد الإنساني في فقه الإمام الباقر عليه السلام توريث أطفال الكافر أو الذنب نموذجا أولا إن بحثنا هذا هو بحث جزئي حول مسألة صغيرة لاعتقادي بأننا لابد أن نسير من المفردة ثم اقتناص القاعدة نبدأ من المفردات الجزئية بعيدا عن الشعارات والطروحات الكلية الفضفاضة فاخترت هذا البحث الجزئي جدا ثانيا إن هذا البحث هو بحث تخصصي ثالثا إن هذا البحث في الحقيقة يحاول إبراز وصد الفقه التقليدي والكلاسيكي كما يقال في قالب معاصر فأحيانا نحن نغيب فقهنا من خلال طرحه ضمن قوالب تقليدية لا يفقهها كثير من المخاطبين المنهج المعتمد في بحثي هو نفس المنهج المتداول في حوزاتنا العلمية ولم نحتج إلى التمسك بالاستحسانات الذوقية وغير ذلك بل هذا المنهج الاجتهادي المتداول بما يمتلك من أدوات إثبات تعبدية ووجدانية النقطة الأخرى إن هذا البحث يدور حول نص روائي وحديثي عن الإمام الباقر السلام الله عليه لكن حاولت أن أسلط الأضواء القرآنية على هذا النص الحديثي لاستجلاء مدى الانسجام بين منطق أهل البيت وبين المنطق القرآني وأن هذان الصنوان يسيران معا وليس هو مجرد ادعاء ما يظهر عن أهل البيت من تعاليم في المجال الفقهي أو الأخلاقي أو العقدي كل ذلك ينسجهم مع الجو والطرح القرآني النقطة الأخرى إن هذا الحديث وهذه الرواية تعرضت إلى صور محدودة معينة تقدم بها السائل سألها من الإمام الباقر سلام الله عليه أنا فتحت ملفا حول هذا الحديث الملف المتعارف هو المعالجة السندية هل يصح ويثبت سندا أو لا هذا بحث متعارف في كل حديث لكن الملف الذي فتحته لهذا الحديث ولهذه الرواية هو هل نجمد على الصور المنصوصة التي وردت في هذه الرواية أو يمكن انتزاع فروع فقهية أخرى انطلاقا من هذه الصور المبينة فحاولت إضافة 12 فرعا فقهيا من هذه الرواية المباركة عدا ما نص عليه في مضمون هذا النص الشريف أصل المسألة ما هي أن السائل يسأل الإمام الباقر سلام الله عليه نصراني مات ماذا نصنع وصورة المسألة هذا النصراني له ابن أخت وله ابن أخ وله زوجة وله أولاد الإمام يقول له التركة طبعا ابن الأخ وابن الأخت مسلمان ويطبق قانون الحجب المتعرف في الإرث أن المسلم وإن بعد يحجب الكافر وإن قرب مع أن ابن الأخ وابن الأخت من الطبقة الثانية من الإرث يقدمان على الطبقة الأولى على الأولاد طبيعي تقسم التركة على المسلم لكن الإمام يقول هذا لم يكن له أولاد صغار التفت إلى هذه النقطة فإن كان له أولاد صغار هنا الأولاد الصغار ينفق عليهم إلى أن يبلغوا وهذا الحكم ملفت للنظر أنه عندما يحوز الوارث حصته من الإرث لا يكلف بأن ينفق على أحد ينفقان على الصغار إلى أن يبلغوا وربما القضية قد تستمر سنوات ربما تستهلك جزءا كبيرا من التركة أو ربما تستهلك هذه التركة كلها الإمام يقول ينفق إلى أن يبلغوا ننتظر فإن أتموا على الإسلام أسلموا بعد بلوغهم وهذا أيضا عجيب تسلم إليهم التركة وإن لم يختاروا الإسلام لو حينئذ لا يعطون شيء من التركة لكن النفق صرفت وأنفقت انتهى البحث فيها فقهاؤنا القدماء قدس الله أسرارهم تقريبا كلهم أو جلهم أفتى بهذه الرواية ابن بابوي الصدوق الأول المفيد الطوسي كذلك عندنا ابن البراج الحلبي أبو الصلاح الحلبي ابن زهرة الكيدري يحياء بن سعيد الحلي الخاجة نصير الدين الطوسي الشهيد الأول وجملة من الفقهاء خصوصا القدماء كما ترون هذه الأسماء اللامعين يمثلون الرعيل الأول أفتى بهذه الرواية في الجملة مع تفاوت بسيط في التوسع والتضيق ثم بعد ذلك أول من أبعد هذه الرواية عن ساحة الفتوى المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه وتبعه جملة من الفقهاء وتبعه المتأخرون والمعاصرون وإلى يومنا هذا أنا بحسب فحصي المتواضع لم أجد من أفتى بهذه الرواية أزلت هذه الرواية ومن أزاحها عن ساحة الاستدلال لا لتشكيك في سندها وإنما بدعوى أن هذه الرواية تشتمل على مضامين ملفتة للنظر وبحسب التعبير المتداول عند الفقهاء مخالفة لأصول المذهب ولم يشكك أحد منهم باستثناء بعض المعاصرين حاولوا أن يبرروا عدم الاعتماد وعدم الإفتاء بهذه الرواية مضافا إلى تشكيكات بعض السابقين من المتأخرين طبعا وليس من القدماء طبعا هناك تشكيكات من قبل المحقق الحلي لكن جملة التشكيكات بل صرح بعض المتأخرين كالعلام الحلي وهو خريت صناعة الرجال وصناعة الحديث صرح بصحة الحديث سندا على أي اتحال فحرمنا من هذه الرواية وأزيحت عن ساحة الاستدلال في حين أن هذه الرواية تحتوي على مضمون إنساني غريب الاهتمام بالصغير المسلم طبيعي عندنا أما الاهتمام بحقوق الصغير الذن الكافر هذا شيء ملفت للنظار وهذا يستحق في الحقيقة التوقف والتأمل وهذا يسجل كامتياز للمدرسة الفقهية للإمام الباقر سلام الله عليه باعتباره حماية لحقوق الطفل في جانب الإنفاق عليه وفي جانب توقيف التركة إلى أن يبلغ وفي جانب إعادة التركة إليه بما لو أسلم بعد ذلك يعني ثلاث نقاط هنا لصالح أطفال الذنب هناك تشكيكات في هذا المضمون وأجيب عليها وصارت معركة بين الفقهاء بين الرد والآخذ والقبول والنقاش على كل حال التفصيل كله مطروح في البحث الذي أشير إليه مدى انسجام هذه الرواية الشريفة مع المنطق القرآني من جملة المبادئ التي ركز عليها القرآن الكريم مسألة الفطرة وأن فطرة الناس التي فطر الناس عليها هي الفطرة القويمة فطرة التوحيد فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون الروم الآية الثلاثون وأيضا في آية أخرى هنا فاء لله غير مشركين به في تفسير كلتا الآيتين وردت روايتان حسنتاء السند عن الإمام الباقر سبحان الله كل الروايتين عن الإمام الباقر يفسر الآيتين بالفطرة بالفطرة التوحيد وأن الناس مفطورون على توحيد الله هذا كفكرة عقدية نحملها لكن الربط بين هذا البعد العقدي والبناء التشريعي هذا لم يشار إليه هنا هنا في الحقيقة كأن الإمام يريد أن يقول هذا الطفل هنا قاعدة التبعية لا تحكم التبعية للأب الكاثر لماذا؟ لأن هذا الصغير لا يحكم بكفره أنا لا أريد أن أنفي قاعدة التبعية أقول هنا لا تعمل هنا الإمام جمدها جمد قاعدة التبعية والبحث في قاعدة التبعية في محله أنا أقول هنا القدر المتأقن أن قاعدة التبعية لا تعمل هنا تم تجميدها أيضا عندنا مبدأ يرتبط بصفات الله تعالى وهو الرحمن الرحيم وأن رحمته وسعت كل شيء هذا أيضا نحمله كمفهوم ثقافي في أذهاننا لا نربطه بالمجال التشريعي في حين هنا نجد تجليا بالرحمة الإلهية في هذا البعدل التشريعي وفي هذه المفردة وإن كانت مفردة صغيرة جدا وجزئية مسألة الاهتمام والاعتناء باليتامة ربما يقول أحد أن هذا المبدأ يرتبط بيتامة المسلمين لكن انظر إلى قوله تعالى مخاطبا بني إسرائيل وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربة واليتامة ما تعالى الله الصهاينة ماذا فعلوا مع اليتامة على أي حال هذا لحظه يطرح هذا المفهوم العناية باليتام باعتباره ميثاق وهذا الميثاق لا يناسبه الاستحباب وإذ أخذ الله ميثاق بني إسرائيل الميثاق لا يستعمل في المورد الأخلاقي أو الوصايا والنصائح والمواعظ والأمور الراجحة وإنما المفهوم أرفا من لفظ الميثاق خصوصا المواثيق الإلهية ليست قليلة كثيرة تخصيص مسألة اليتامة ورعاية اليتامة بأنوان أنه ميثاق أخذه الله ليس بغض على المسلمين وإنما هذا مبدأ ثابت في الشرائع السماوية فليس من السهولة رفع اليد عن مثل هذا البيان الراسخ وهذا ما ينسجم قد يقول قائل هل تريد أن تستنبط من هذه الآيات لا لا أنا أريد أن أرفع الاستيحاش عن من يستغرب من هذه الأحكام التي وردت في هذه الرواية من ناحية كما أنه هناك مبنى يذهب إلى الوثوق قطعا النص القرآني المؤيد للنص الحديثي هو من موجبات الوثوق بالرواية قطعا وأيضا هناك مبنى ربما يكون غريب أن حجية الروايات مبتنية على مسألة الانسجام انسجام بين الرواية وبين النص القرآني وأشار إلى هذا المبنى أحد الأعلام في بحثه الأصولي وأنا لم أحتر له على تطبيق فقهي على أي حال هناك مبنى محترم في مسألة حجية خبر الواحد بعضهم لا يرى الإطلاق فيها وإنما المستفاد من رواية العرض على الكتاب استفاد بعضهم هذا المبنى فهذا ينفع بنحاضي هذا المبنى وهناك فروع فقهية 12 فرق في الحقيقة أقترحتها وعلى الباحثين أن في الحقيقة يبحثوا فيها ويعمقوا البحث فيها وأستغفر الله لي ولكم والمؤمنين كافة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا لسماحة الشيف خالد جبار غفوري على هذا البحث القيم الذي تناول به جزئية ولكن هذه الجزئية تؤسس إلى منظومة كبيرة من الأبعاد التربوية والأخلاقية والتشريعية القائمة في التشريع الإسلامي والشيعي خاصة لا شك أن النقاش يثري البحث ودعونا نجعل من هذه المنصة ميدانا للتفاعل والحوار ولكن أيضا مع الاختصار الشديد والأسباقية عادة تكون لمن يرفع يده أولا نعم سمحت الشيخ تفضل المايك أمكن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله مصلى على محمد وآله محمد أشكركم سماحة الشيخ على هذا التفصيل والانطلاق المخالفة للعادة المشهور وربما أنت يعني مارست القضاء ربما يعني فلذلك فصلت في هذه القضية حقيقة بحثكم مثير جدا ومفيد جدا ومنشط للذهنية وينبغي خصوصا للحوزويين اللي يعتنون بالأحكام بالذات الأحكام المدنية ما تسمى اليوم أحوال الشخصية تسمى أيضا أنه يراجع أمثال هذه الروايات ويدقق في كثير من الأحكام الشرعية لأن هي مثار اختلاف أصلا عند فقهاء الطائفة الآن أنتم أظهرتم يعني أنه الفقهاء القدما كانوا يعملون بهذه الرواية ولكن بعد مجيء المحقق الحلي ومن تبعه يعني تراجعوا عن العمل بها يعني بحث حقيقة المعبق لكن أنا أسألكم النفقه على هؤلاء الصغار النفق على هؤلاء الصغار الذميين من الإرث أم من بيت المال ها من الإرث من الإرث الله يحفظكم ويرعاكم سماحة الشيخ نستمع للمداخلة الأخرى مع سماحة الشيخ كذلك والإجابة تكون باختصار أيضا لجميع المتداخل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشكر للرسيد رئيس الجلسة وكذلك لجناب الشيخ الغفوري وإلى الشيخ جاسم الوالي رئيس الجلسة لم يوسح لي المدال بالمداخلة بالحقيقة أشكالي هو فني صياغي أكثر مما هو علمي لجناب الشيخ جاسم الوالي وكذلك الشيخ الغفوري مشكورا واقعا أنا أتفق معكم في بناء رأي القدماء بهذه الفتوى وبالحقيقة مرة علي نظائر الانتظار بأطفال الذنبيين والذين لم يعرض عليهم الإسلام بعد ولا بعد بلوغهم هذا مر عليه كثيرا نظائره في الحدائق للمحاقي القسف البحراني في حدائقه قدس الله سره الشريف هناك بالحقيقة أغنى البحث كثيرا إشكالي الصياغي على الشيخ الغفور وكذلك الشيخ الوائلي حفظهم الله هو عدم تبويب البحث البحث يجب أن يكون ملتزما بقواعد البحث العلم يعني يشخص وعين منهجية البحث وكذلك يقسم البحث على فصول أو على مباحث أو على مطالب وتكون فيه خاتم وتوصيات فهو إشكال مداخلة صياغية أكثر من ما هي علمية والشكر موصول لكل البحثين شكرا جزيلا نعم سماحة الشيخ أحمد بسم الله الرحمن الرحيم تقدم لنا الرواية ومنطوق الرواية وما فهمه الأعلام من الفقهاء في متن الرواية لا أن نذهب إلى مناقشة مثلا القراءة الخارجية أو القراءة التي لا تدخل في صلب البحث فمثلا جنابكم قلتم تعدية الرواية إلى أمثلة ثلاث إلى اثنى عشر مثلا نموذج آخر هو التجريد للخصوصية وكأنه هو ذهاب لهذه المساحة من البحث العلمي هذا الإشكال الذي أحببته أو التساؤل الذي أحببته أن أطرحه عليكم جزاكم الله خير جزاء المحسنين شكرا جزيلا نكتفي بهذا القدر على اعتبار توجد عندنا بحثان أيضا آخران وقد يعني لا يتمتع الباحثون الآخرون بهذه الحضوة من المداخلات شكرا جزيلا لمداخلاتكم فيما يتعلق بتقسيم البحث البحث مقسم من خلاصة ومقدمة ومحاور ستة ونتائج مقسم إلى ستة محاور نعم ولكن أنا باعتبار البحث مطول جدا مطول حاولت التركيز على صلب الموضوع وعلى أهم المسائل وبالنسبة إلى نص الرواية الحق معكم لكن النص مطول نص الرواية أيضا أنا حاولت أن أركز على محل البحث والفتوى الفتوى التي نريد أن نفعلها ونوظفها في مسألة حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الطفل وأما مقاصد الشريعة فهذا لم يطرع على بالي قط بل أنا صرحت بأني أعتمدت المنهج المتعارف المنهج الاجتهادي المتعارف في حوزاتنا العلمية بما يمتلك من قواعد ووسائل إثبات أما ذكري للآيات القرآنية أيضا بررته قلت ما فائدته لطرد الاستيحاش ولإيجاد الوثوق تحصيل الوثوق وأيضا لتحصيل نصاب الحجية بناء على من يذهب إلى توقف حجية الخبر على وجود المؤيد من القرآن الكريم شكرا للجميع شكرا جزيلا لسماحة الشيخ على هذا البحث القيم ندعو له بالتوفيق والسداد